موسيقى النشر الاقتصادية من الاخبارية السورية اهلا بكم دعا رئيس مجلس الوزراء المهندس عيمات خميس خلال الاجتماع النوعي الذي عقد لمناقشة واقع التصدير دعا الى اعداد لائحة تنفيذية استراتيجية عمل التصدير اضافة الى تنسيق مع الجهات ذات الصلة لتعديل التشريعات التي من شأنها دعم العملية التصديرية وتجديد العقوبات على الموسيقين للتصدير مزيد من التفاصيل في التقرير التالي ناقش الاجتماع الاقتصادي الاسبوعي الموسع برئاسة المهندس عيمات خميس رئيس مجلس الوزراء مذكرت سياسة التصدير في المرحلة القادمة والتي اعدت انطلاقا من ظروف الازمة متضمنة مقترحات لتنفيذها على مرحلتين في المدى القصير والبعيد وناقش الحضور تذليل الصعوبات التي تعيق العملية التصديرية للنهوض بها الى واقع افضل من خلال تنشيط النقل البحري بتخصص عبارتين لنقل المنتجات السورية المعدة للتصدير الى الاسواق الخارجية واحداث شركات متخصصة بالشحن وتطوير عمل شركات التوظيف والتغليف اقدم الاساليب القديمة لتصل الى مستوى المواصفات العالمية مؤكدين على اهمية انشاء شركة وطنية خاصة للتصدير مهمتها تحديد الاسواق التصديرية وتجميع المنتج واشراف وقيادة العمل التصديري وتنظيم علاقة اسواق التصدير الداخلية بالاسواق الخارجية وتحديد المنتج المراد تصديره وخلص الاجتماع فيما يتعلق بالتصدير الى اعادة اللائحة التنفيذية لاستراتيجية عمل التصدير والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتعديل التشريعات التي من شأنها دعم العملية التصديرية وتشديد العقوبات على المسيئين للتصدير والتركيز على دور رؤساء البعثات التجارية في البلدان المستهدفة لدعم العملية التصديرية كما ناقش الاجتماع مصففة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر المقترح تنفيذها من قبل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الذي احتثى في ضوء خطط الحكومة لإقامة مشاريع تنموية تمكينية للريف السوري وذلك بتخصيص مبلغ أولي قيمته 20 مليون ليرة سورية وآلية تمويل المقترحة للصندوق والمشاريع التي يمكن تنفيذها متضمن الكلفة التقديرية لكل مشروع وفرص العمل التي سيوفرها مؤكدين على الضرورة أن يكون التمويل عيني وغير مادي وتحديد الفئات المستهدفة والجهة المشرفة على آليات تنفيذ هذه المشاريع وتدريب المستفيدين منها لتحقيق الهدف من الصندوق بتمكين الأسر الريفية لتكون فئات منتجة في المستقبل أكد وزير الماليات دكتور مأمون حمدان أنه ستتم إعادة النظر بعائدات الجباية بشكل كامل والعمل على حل كل الإشكاليات التي تخص عمل الماليات وبين حمدان أنه يتم حاليا العمل على إعادة نسبة كبيرة من التأمين الإلزامي إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين لاستخدامه في دعم التأمين الصحي مشيرا إلى أن شركات التأمين الخاصة أعطيت مهلا سنة لإيجاد عمل بديل لها لتعويضها عن إيرادها الإلزامي مقترحات عدة تخللتها الندوة التي عقدها الاتحاد العام لنقابات العمال بتعاون مع جمعية العلوم الاقتصادية كان أهمها إصلاح كالية الرواتب ومنح قروض لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتنهية الصغر وإعادة النظر بالسياسات التعليمية نزل من التفاصيل مع سرب الهواء عقد الاتحاد العام لنقابات العمال بالتعاون مع جمعية العلوم الاقتصادية ندوة حول سوق العمل في سوريا الواقع والمقترحات في مدنى الاتحاد بدمشق وذلك بهدف وضع آلية وحلول للنهوض به الندوة المقامة من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال وجمعية العلوم الاقتصادية تشخص هذا الواقع وتضع مقترحات لمستقبل الأيام طبعا الرهان على إعادة أعمار سوريا وضرورة تأهيل اليد العاملة لتستطيع أن تقوم بما هو مطلوب منها في مرحلة إعادة الأعمار اليوم موضوع كثير كان هام علش في هذه الندوة سوق العمل والقوة العاملة الظروف الحالية وتأثيرها وتأثر سوق العمل فيها اليوم الحقيقة المحاضرين تناولوا هذه النقاط بإسهاب نحن شفنا أنه هناك ملامسة حقيقية مكاشفة حقيقية نحن بأشد الحاجة أنه نستطيع أن نقيم واقعنا إلى أين سنذهب ما هي الظروف الصعبة الآن التي تمر بها الطبقة العاملة ما كنا بس عم نركز على موضوع البطالة والسيعاب العمالة بفرس العمل كنا عم نفكر كمان بنوعية الكوادر اللي لازم هي تدخل وتكون مؤهلة بأنها تأخذ فرس العمل وأهمية مواقمة الكوادر السورية لحتى تقدر تكون أكثر نفازاً لفرس العمل استمعنا إلى وجهات نظر متعددة في تشخيص واقع سوق العمل وأيضاً اقتراح الحلول سنعكف في المرصد العمالي للدراسات والبحوص على بلورة الحلول التي تم طرحها خلال هذه الندوة ثم سنعمل على عقد ورشات عمل لتعميق الدخول إلى عمق المسألة والوصول إلى اقتراحات بناءة ومثمرة ومنتجة مواضيع عدة أولها المحاضرون والتي تتعلق بواقع سوق العمل بسوريا والعمال الفنية في القطاع العام وأثار ومنعكسات الأزمة على سوق العمل بالإضافة لستراتيجية النمو والتشغيل في منحلة إعادة البناء والإعمار تاهيئة لمرحلة إعادة العمار في سوريا خلال مرحلة قادمة مرحلة تاهيئة القوى العاملة من حيث التعليم والتدريب ومن حيث حاجات سوق العمل خاصة لمرحلة إعداد العمار أعمار من خلال أعداد الفنين والمهنين للمساهمة بشكل فعال في عملية إعادة العمار في المرحلة القادمة لا يمكن الحديث عن سوق العمل بمعزل عن مجموعة السياسات التي تناول عملية تنمية الشاملة في إطار عادة عملية البناء حيث تتيح تغيير الجزري اللي ما قبلها وبالتالي نحن بحاجة إلى رسم إطار فلسفي يوضح هذه الاستراتيجيات والسياسات وبرامج الهدف بهدف تعزيز مخرجات عملية تنمية في المرحلة القادمة مقترحات عدة تخللتها الندوة مثل إصلاح حيكلية الرواتب ومنح قروض لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغارة وإعادة النظر بالسياسات التعليمية بحيث تكون موائمة بالكم والنوع لمتطلبات سوق العمل وفقا لخطة الدولة ومقترحات كثيرة أخرى سيتم بناء عليها عقد ورشات أكثر تخصصا فيما يتعلق بالنهوض بسوق العمل في سوريا قدر الموديل العام للمصرف الصناعي قاسم زيتون قدر إجمالي ودائع المصرف بحوالي 33 مليار و700 مليون ليرة سورية زيتون بيّن أن التوظيفات الفعلية بلغت حتى نهاية شهر أيلون من العام الجاري 27 مليار ونصف مليار ليرة لفتان إلى أن هذا المبلغ أقل بملياري ليرة تقريبا عما كان عليه في نهاية عام 2015 عازيا السبب في ذلك إلى التوقف عن التوظيف بسبب الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد والانخفاض النسبي الحاصل في الإداعات بهدف التدخل الإيجابي بالأسواق ومنع الاحتكار وتخفيف الأعباء المادية على المواطنين وتعزيز استقرار السوق أقام فرع حمص المؤسسة العامة الاستهلاكية معرضا للسجاد السنوي لشتاء 2016 في جميع الصلاة الاستهلاكية في المحافظة المعرض ضم تشكيلة واسعة من مختلف أنواع السجاد وبأسعار منافسة للأسواق حيث طرحت المؤسسة الاستهلاكية أسعارها للسجاد بدءا من مبلغ 2600 ليرة سورية للمتر المربع الواحد أصولا لسعر 7200 ليرة سورية للمتر المربع الواحد كما تعمل المؤسسة عبر صالتها في مختلف المحافظات على التقسيط للموظفين بحيث لا يتعدى سقف القسط مبلغ 90 ألف ليرة سورية هدف هالصالات اللي هي مؤسسات تدخل إيجابي منع الاحتكار هذه بالدرجة الأولى وتسهيل أمور المواطنين المواطن لازم يرتاح والدولة ما متوفر سبيل لأن تريح المواطن هدف فتاح هذه الصالة أن تتدخل الدولة إيجابيا وكسر أسعار هذه المادة التي هي تلزم لكل منزل من خلال تشكيل كبيرة من المؤسسة الاستهلاكية في موسم الشتاء قمنا بفتتاح معروض السجاد في محافظة حمص برعاية سيد المدير العام يوجد تشكيلة واسعة جدا من السجاد متنوعة الأصناف يبدأ بسعر 2600 ليرة سورية للمتر المربع الواحد كذلك يوجد السجاد الصوفي إنتاج معمل السويدة وحماوة دمشق بسعر 7200 ليرة سورية قررت اللجنة المنظمة لمهرجان تسوق الشهري صنع في سوريا الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها في صلة الجلاء الرياضية بالمزة قررت تمديد المهرجان يوما إضافيا لغاية يوم الثلاثاء القادم وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان أن التمديد جاء بسبب الإقبال الكبير من المواطنين خلال الأيام الماضية ولإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على احتياجاتهم من أجنحة المعرض والاستفادة من العروض والحصومات المقدمة من المشاركين على المنتجات المختلفة والتي تصل إلى 50% بلغت قيمة الصادرات غير النفطية السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 45387 مليون ريال بانخفاض مقداره 5.6% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي الهيئة العامة للأحصاء أكدت أن قيمة الواردات خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 136951 مليون ريال بانخفاض نسبته 19.3% مقارنة بالربع الثاني من عام 2015 كما بلغت نسبة الصادرات غير النفطية في إجمال قيمة الواردات 33.14% خلال الفترة نفسها أكد المدير العام لشركة نقلات النفط الإيرانية علي أكبر صفائي أن الشركة لا تواجه حظرا وأن الأسطولة تابعة لها متواجد في الأسواق الدولية وأضاف صفائي أن الشركة استطاعت أن تتدارك الأضرار المتراكمة التي تكبدتها خلال الأعوام من 2009 إلى غاية 2012 من خلال الأجراءات التي اتخذتها في هذا الخصوص لفتاني لأن الشركة استطاعت خلال فترة الحظر أن تحافظ على أنشطتها في شحن ونقل النفط وتحولت إلى أكبر شركة نقل بحري للنفط في العالم هبطت أسعار النفط نتيجة زيادة عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع أنتاج أوبيك لمستوى قياسي وتباط النمو الاقتصادي العالمي والذي قد يضعف الطلب على الوقود هبطت أسعار التقاعدات الأجلة لخام غرب تكساس الأمريكية الوسيط 32 سنت ليصل إلى 50 دولار وثلاثة سنتات للبرميل في حين هبط خام غرب تكساس بسبب زيادة أخرى في نشاط التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة الأمريكية ننتقل الآن مشاهدين إلى أسعار العمولات الرئيسية مقابل الليلة السورية حسب نشط مصرف سوريا المركزي سوية نلاحظ بأن الدولار الأمريكي بالنسبة للحولات الشخصية ما زال عند مستوى 514 ليلة و85 قرشان سوريا أما بالنسبة لمؤسسات الصرافة فأيضا ما زال عند مستوى 517 ليلة و42 قرشان سوريا اليورو هو عند مستوى 573 ليلة و85 قرشان سوريا بالنسبة للحولات الشخصية أما بالنسبة لمؤسسات الصرافة فهو ما زال عند مستوى 582 ليلة و10 قرش سوريا ننتقل الآن مشاهدين إلى أسعار الذهب سنلاحظ سوية بأن أسعار الذهب وصلت إلى حدود 1313 دولار و40 سنت للأنصة الواحدة أما بالنسبة لأسعار الذهب في السوق المحلية جرام الدباير 21 أصبح بـ 19500 ليلة سوريا أما جرام الدباير 18 هو بحدود 16714 ليلة سوريا ننتقل الآن مشاهدين أخيرا إلى قطاع النفط سوية نولى حزبين الخام برينت وصل إلى حدود 46 دولار و20 سنت للبرميل الواحدة أما بالنسبة للخام الأمريكي فهو عند مستوى 43 دولار و55 سنت للبرميل الواحد هذا كل ما في جابتنا من الأخبار الاقتصادية